أصل اللسان هو المغرفة بتاعت القلب أنا بشوفكش من جوة لكن بشوفك من برة لكن اللي يظهرك لي من جواك لسانك مش حتى عندنا مثل يقولك لسانك حصانك انصنتو صانك وانهنتو هانك في أربعة من الفلاسفة جمقعدوا مع أفلاطون تلاتة منهم كانوا بيتكلموا والرابع كان قاعد صامت أفلاطون بعد القاعدة بصله وقال له تكلم يا ابني لكي أراك تشوفني؟ أصل طول ما انت ما بتتكلمش أنا مش شايفك من جوة انت بتقعد مع ناس تقول فلان ده كله عقل وتقعد مع ناس تقول فلان ده ما عندوش رحة العقل انت شفت العقل لما شفتوش أما الحكمت عليه إزاي؟ من كلامه من لسانه بكلامك تتبرر وبكلامك تدهن يبقى أول حاجة لازم تلجم لسانك يلجم لسانه عشان كده بيقول إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يغدع قلبه كلمة يغدع قلبه يعني بيضحك على نفسه بيضحك على جواه وش معنى القلب؟ لأن قلبه هو المعون واللسان هي المغرفة ومنفضلة القلب أو منفيد القلب يتكلم اللسان يظهر اللي جواه عشان كده فديانة هذا باطلة كلمة ديانة هذا باطلة يعني تزديد الدين مش هيتسدد من غير قلب يسوع دينك مش هيتسدد من غير قلب يسوع دينك مش هيتسدد ثم يختم كلامه الديانة الطاهرة النقية خلي بالك ديانة طاهرة نقية طب لما نيجي نقول قلب الإنسان يقول لك من يعرف قلب الإنسان وهو نجيس يعني عمر ما فيه قلبي غير نجيس آه عشان كده داود قعد ينظف قلبه ينظف قلبه ينظف قلبه وقدموا ربنا ربنا قال فتشت قلبي داود عبدي ابن يسة فوجدته رجلا حسب قلبي بعد كده زنى وقتل فعرف داود إن القلب ما ينفعش يتنظف لكن ينفع يستبدل فقال له قلبا نقيا اخلق في يا الله يبقى إذن الديانة الطاهرة أن تأخذ قلب يسوع قلبي يسوع